توصل القوات الروسية تقدمها في جبهات القتال في شرق أوكرانيا حيث تسيطر على قرى وبلدات جديدة بشكل شبه يومي وآخرها ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية أن قوتها تمكنت من السيطرة على قرية ماكسيميليا نيفكا في منطقة دونيتسك وتبعد هذه القرية أقل من عشرة كيلومترات عن مدينة كوراخوفي التي تشكل إحدى نقاط التركيز الرئيسية للتقدم الروسي المطرد في المنطقة وفي وقت سابق من يوم الخميس علنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قوتها على بلدة في لوجانسكا وأخرى في دونيتسكا الشرقية أوكرانيا من جانبها قالت القوات الجوية الأوكرانية الجمعة في بيان عبر تصبيق تيليجرام أن الدفاعات الجوية أسقطت ثمانين من مئة وخمسة وثلاثين طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية استهدفة أراضيها فيما لم تذكر أي أنباء عن قتلى وإصابات أو أضرار في الممتلكات في غضون ذلك نقلت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا تختبر الجاهزية القتالية لوحدة مزودة بصواريخ باليسية عابرة للقارات من طراز يارس في منطقة تقع إلى الشمال الغربي من موسكو ويصل مدى صواريخ يارس إلى 11 ألف كيلومتر كما أنها قادرة على حمل رؤوس نووية متعددة وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر بيانات متكررة في وقت سابق للتذكير بأن روسيا تمتلك أكبر ترسان نووية في العالم لكنه أصر على أن بلاده لا تحتاج إلى اللجوء إلى الأسلحة النووية للانتصار في أوكرانيا